طريقة عمل وأنواع البخاخات تعمل البخاخات على دخل وقود لداخل غرفة الاحتراق في المحرك وذلك عن طريق تنفيذ بعض الأوامر الصدرة عن الكمبيوتر الموجود بسيارة ويتم بعد ذلك إرسال الوقود من الخزان لغرفة الاحتراق الموجودة بمحرك السيارة ومع تضفق الهواء يعمل البوجيه على عملية الاحتراق ويؤدي وجود أي عطل في البخاخات إلى ضعف في السيارة بسبب انخفاض كمية الوقود في غرفة الاحتراق كما تعكس هذه المشكلة على زيادة كمية استهلاك الوقود لم تحتوي السيارات القديمة على مجموعة حقن البنزين حيث كان المكريين يقومون بتلك المهمة ويتم خلط البنزين والهواء لكي يتم إدخالهما إلى غرفة الاحتراق وحتى تنتهي عملية تركيب حقن البنزين وهناك أنواع عديدة من بخاخات البنزين حقن الوقود المباشر وهو خاص بمحركة وقود الديزل حقن الوقود متعدد المنافذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر